الناس النهاردة طبعاً كان دحوارها لأنه كان فيه الاستفاف العظيم اللي احنا شفناه من كم يوم الفرقة المضرعة الفرقة الرابعة مضرعة اللي في الجيش التاني التالت التالت وهذا الأمر خلى كل مصري يكون عنده الكثير من الاعتزاز والإحساس بالأمان انت شفت هذا الأمر كرجل عسكري إزاي هذا الاستفاف يعني هميته إيه في هذا الوقت بالتحديد أولي سنتجا شفت إزاي الفخامة الرئيس مش أول مرة يحضر تفتيش حرب بما فيها الفرقة الرابعة المتغير هو المواطن نفسه بقى عايز يتطمن يعني المتغير مش ان الرئيس راح ولا الاعلام غطى المواطن نفسه عنده استعداد ومستني رسائل الرئيس فالرئيس أرسل رسائل للمواطن فأصبح هناك رسائل لفخامة الرئيس يرغب في إيصالها للشعب وللآخري بس فعلا كان شيء مهيب يعني منظر رهيب دي الإبرامز مش كده دي الإبرامز إيه موان إيوان إبرامز هي كلها تصليح غربي بالمناسبة الفرقة الرابعة من أقدم وأعرق الفرقة في الجيش المصري ومن أشهر الفرقة يعني ممكن يعني في سبعة وستين لما حصلت النكسة أخوانا الأشقاء العرب قالوا إزاي مصر حصل لها نكسة وفيها الفرقة الرابعة يعني الفرقة الرابعة لها تاريخ بالمناسبة الفرقة الرابعة اللي أمرت انسحب قواتنا في نكسة سبعة وستين وكانت احتياط القيادة العامة وفي حرب أكتوبر الأبعد فرقة وصلت لمسافة في رأس الكبري يعني وصلت لخمسة وعشرين كيلو 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 على بعد أربعة كيلو ممرات ما فيش حتى في تلاتة وسبعين حد أعمالها ورغم ظروف من غير غطاء من غير غطاء ورغم مشاكل الدفع والتطوير السيادة كعرفة لأنهما نجحوا فهي من يعني فرقة بنعتز بها كلنا طبعا التفتيش الحرب سواء على الفرقة دي أو غيرها أن هذه الفرقة قادرة على تنفيذ كافة مهام العمليات سواء كان بالكفاءة القتالية أو الاستعداد القتالي أو الاستعداد للفعالية القتالية طبعا الكفاءة القتالية أن كل معدة صالحة وقدرة على تنفيذ المهام مش فكرة يعني أن الدبابات تعمل لا وقدرة على تنفيذ المهام لا والتدريب كمان والتدريب والقيادات والخطط وكل ما طبعا يعني بسم الله ما شاء الله يعني ويمكن الرئيس قالها أكيد طبعا أن النموذج ده موجود زيه سواء في الجيش الثالث فرق أخرى أو في الجيش الثاني أو في بعض المناطق التعبوية وتشكيلات المناطقة الشمالية شيء مشرف وشيء مطمئن وهو ده الجيش المصري يعني ما نعرفش أقل من كده وده طبعا يعني هو مخطط كان في البرنامج التفتشية للقوات المسلحة للقادة العامة وكان مخطط للاحتفال بذكرى 50 سنة على أكتوبر لما حصلت العملية التفان الأقصى يوم 7 أكتوبر تم تأجيلها في خلال شهر أكتوبر فرحوا فخامة الرئيس وكانت فرصة أن الشعب منتظر رسال الرئيس والرئيس بلغ رسال مهمة جدا الحقيقة